من جانب آخر النهاردة النادي الاهلي تحديداً الشرط التانية جاري الحالات الدفاعية محددش جيدة واللي كان بيعرف يعمله النادي الاهلي في مباريات في الدوري أو تحسن فيه في الدوري مش بتكلام عَاكاسة عامل lebih للا حتى كان عنده نفس الاختاءة دي في النواحة الدفاعية في كاسة عامل عندي هي اللعب خلف البكات في النادي الاهلي سواء علي معلولها ومحمد هانا حتى فيه منتصف أو عمق دفاع النادي الاهلي كان فيه اخطاء دفاعية واضحة وبين قصين أحيان بتبقى سازجة في خاطر دفاع النادي الأهلي إيه الأسباب؟ بشوف إن الأهلي أغلبية فيه فرق لفل كبير أوي يا كريم خلينا بقى صرحة لما بيلاعب الفرق الدوري ممكن يواجه الزمالك بيراميدز بيبقى بروفايلات مختلفة هي دي البروفايلات شوية اللي هي قريبة من الأهلي أو اللي هي ممكن الأهلي يبقى واخد حظره شوية لما بيبتدي يروح في اللفل تاني سواء أفريقيا أو مع كاس عالم أندية بيظهر ممكن دفوهات وده طبيعي يعني هو ده لأن أي فرق عندها مشكلة ببتداء من أول ريال مدريد حمل لقب دوري أبطال أوروبا لأي فرقة في الدنيا عندها دفوهات لكن هي الفكرة إن الدفوه لما بيتقرر زيه في نفس الوقت لما يبقى حاجة إيجابية بتتقرر في الملعب هنا لازم تعمل عليها هايلايت سواء بالسلبة أو بالإيجاب بشوف إن الأهلي عنده مشكلة دايما في كذا نقطة النهاردة كانت باينة قوي في نقطة هنشرحها كذا نقطة اللي هم إيه الأهلي دايما عنده مشكلة لما بفرقة بتلعبوا على التحاولات الجيمي بيبقى عنده مشكلة في الردى بالذات في اللي تين في نص الملعب فبتفوجة مع أي مدرب على فكرة هي بتبقى مشكلة عند اللعيب لو دي موجودة كحالات نعرضة وانت بتتكلم اللي جاية هي اللي هتكلم عليه اللي هي كتواضحة جدا النهاردة عملتها الضغط اللي الأهلي كان بيبقى مميز فيها مع مرسل كولر الحقيقة النهاردة أنا شفت بالذات في الشوت تاني الشوت الأول اتعاملت بشكل كويس الأهلي دايما بيسيبشوا بصاحات في ظهره خلينا نعرض كده الحالات يلا فيه واحدة كانت واضحة جدا اللي هي اتعاملت بالعرض في أول الشوت التاني اتفرج على بص هنا ديانج وهنا حمدي فاتح بص الناس بتستلم فين دا بالنسبة دول مش الفراو دا دا واحد جناح والتاني اللي كان في نص الملعب أولا فرقة اللي اللي عندها اتنين من في نص الملعب كانوا مميزين جدا هنا ماينفعش ديانج هو كله باصص على كورة كريم محدش باصص عامل سكانينج في ظهري أنا مين هو مش لازم ان انا ابقى بتحرك في الحالة الهجمية بس بشكل مميز لا انا في الحالة الدفاعية لازم ان انا ابقى بتحرك وميبقاش فيه حد في ظهري هنا الناس بتشتغل بطريقة سهلة جدا وسهل ان الكورة تتلعب يعني لو الراجل عمل هنا هو اختصر وعمل بروجريسيف باس بين الخط دا وراحت الصورة اللي بعديها الراجل هيستلم بشكل سهل جدا ديانج ابتده يتحرك وبعد كده طلعت الصورة اللي بعديها راحت على الطرف واتعملت كورة عرضية مشكلة كبيرة جدا كانت عند النادي الاهلي مشكلة كبيرة كريم عن كتا عند النادي الاهلي النهاردة ان الناس بتتحرك في ظهر فرقة فرقة نادي الاهلي بشكل زيادة عن اللزوم المشكلة انا في رأي ان كان ديانج وحمدي فاتحي ان الاتنين ما كانوا سايبين مساحات وبرضو في نقطة مهمة في الكورة لما انا سردباك انا بتكلم بقى هنا على ياسر وبتكلم على عبد المنعم الاتنين السردباكين لما يلاقوا ده لازم هم اللي يزقوا الباكين معاهم ويبتدوا يطلعوا عشان اقفل المساحة هبتدي اضغط الاتنين الدول هيرجعوا اوتوماتيك قدام يانج وقدام عمر السلية دي ما تعملتش دي كانت واضحة جدا الحالة اللي بعد كده اتفرج على الضغط اللي كان بيطبقوا النادي الاهلي الضغط اللي بيطبقة النادي الاهلي هي هي نفس الفكرة يمكنت تحاول بتضغط الراجل قاعد يمشي كثيرا كورة اللي هيتحسبة هدفي يا كريم ويتحسب تسلل بص الراجل وستكامة يا كريم الراجل بعد كده الصورة اللي بعدها هو هيعدي وانت بتوصله وبعدين هيعدي وهو كده عده من اتنين وفيه واحد ما كملش هيعدي من علي معلول وهيعمل باس للراجل هي تحسبت افساد بس هي وارد جدا انها كانت الكرة دي تبقى جول ده بيوريلك ان الضغط اللي اتعمل النهاردة النادي الاهلي مش المنظم النادي الاهلي لما بيلعب في الدوري بيوجه اللعبة في حتة وده الصح الضغط المنظم ان انا بوجه اللعبة اللعبة في حتة معينة وبروح باستخلص النهاردة ما كانش ده اللي بيحصل الضغط كان فيه شوية عشوائية الضغط كان فيه شوية بيتطبق بطريقة ان انا الكرة فين انا بروح اجري بحاول ان انا استخلص انت النهاردة الهلال هو اللي سيطر او الهلال خصوص الشوت تاني هو اللي ودى الماتش بالطريقة اللي هو عايزها فعشان كده الاهل النهاردة كان بيعاني وخصوص أن تشتري. أعزي.